بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يؤسس للمؤمنين قضية الإيمان ويؤسس للمؤمنين قضية التوكل وأن كل شيء في هذا الكون إنما هو عند الله سبحانه وتعالى بمقدار فيجب على العبد أن يفوض شأنه وأمره كله لله جل فعلا ولذلك كان الصالحون يقولون إذا خيرت فاختر ألا تختار يعني فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وفوض الاختيار إلى الله سبحانه وتعالى وما يختاره الله تعالى لك ارض به وارض بقسمة الله سبحانه وتعالى في كل شؤونك تكن من الفالحين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُورُ أو يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجَعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ الله سبحانه وتعالى عليم بعباده والله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء عليم سبحانه وتعالى بما يصلحهم وعليم سبحانه وتعالى بما فيه الخير لهم وقادر سبحانه وتعالى أن يلبي لكل عبد من عباده ما سأل وأن ينفذ لكل عبد من عباده ما طلب ولكن الله سبحانه وتعالى يختار لعباده ما فيه الخير لهم هذه القضية التي يتحدث عنها القرآن الكريم أن الإنسان يرى بعينه شيئاً يكون فيه الخير لنفسه هو يظن هذا ولكن الله سبحانه وتعالى يريد له شيئاً آخر الإنسان بنظرته القاصرة وبنظرته التي تحقق له النفع العاجل في الدنيا ربما يظن أن في هذا خيراً عميماً وخيراً وفيراً ولكن الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن ما يطلبه الإنسان لنفسه ربما يكون فيه ضرر له وأن الخير في أن لا يحقق الله تعالى لعبده ما طلب ويستجيب الله تعالى له على نحو آخر من الاستجابة بأن يعوضه الله سبحانه وتعالى بشيء هو خير مما طلب نعم القرآن الكريم يدلنا على هذا وينبهنا رب العالمين سبحانه وتعالى إلى هذه القضية ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً يطلب لنفسه ولداً ذكراً ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الخير في أن لا يعطيه ولداً ذكراً يطلب لنفسه أنساً ويدعو الله سبحانه وتعالى بالأنساً والله سبحانه وتعالى يعلم أن الخير في غير ذلك فيجعله الله سبحانه وتعالى مثلاً عقيماً الله سبحانه وتعالى يحقق لعباده ما فيه الخير فيجب على العبد أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ويعلم أن ما عند الله تعالى خير أبقى هذه القضية ضرب الله تعالى لنا بها مثلا في القرآن الكريم في قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهم السلام ركبا في السفينة فخرقها سيدنا الخضر عليه السلام فرأى سيدنا موسى عليه السلام بعين الشريعة أن ما فعله الخضر مع الناس هو رد الإحسان بالإساءة الناس أحسنوا إليهم وحملوهم في السفينة وجاء الخضر فخرق السفينة فكلمه سيدنا موسى عليه السلام بلسان الشريعة وقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فلما جاء وقت البيان قال سيدنا الخضر عليه السلام أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فإذا تركت السفينة على نحو من الجمال على نحو من السلامة والصحة طمع فيها هذا الملك فأخذها من القوم عنوة فكان في عيب السفينة عين النجاة لأهلها وعين السلامة لها ولأصحابها فهكذا يجب على العبد أن يتعامل دائما مع قدر الله سبحانه وتعالى إن رأى لنفسه في هذا الشيء خيرا وكان مراد الله سبحانه وتعالى على غير هذا فليفوض أمره لله وليرضى بما قضى الله سبحانه وتعالى فمن رضي يكون له الرضا ومن سخط يكون له السخط والعياذ بالله هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين